موسيقى كوالي امتلت في محكامة وقعدت في محكامة وكان يشده في الأستاذة وهربت منه وهو مريد على الشواهد ها هما ها كل شيئ اللي قلت لك وقعت لي المشكل معها وقعت لي المشكل معها بدأت تعير فيه فلقه هو عيرها عيراته عيراته هو كيعرقا بدون شعوره هو معاقلش يقدر قاعده ويقدر يدير كل شيئ هو حشكه اللي تجهديك الحالة كيعرض في لسانه ويبول ويدير أي حاجة كيديرها ناد مسكين ناد ملقه وراء ناد سرواله وفازق وحالته وكل شيء وبركت عليها ياب المعيار قالت لي دا بندير ليك دا بنفعل ليك بقاد يدلي حاضيه تابعه تابعه دا بالدراري دراري دراري تشده قبل منه وراشيط لتشهور كل واحد والاربعة وهو الاخر هو نهار 8 في شهر 11 عاد جاءوا ليه البوليس جاءوا البوليس مالقاوهش قالوا لي فينا وقت ليهم مكينشوا قال يا صافي الوالي دا مكين مشكين غدا جيبيه غداش تديت ليه بيديه مشيت تديته تديته الكوميسارية بدوتا جاءت هي بدوتا يهضروا معاه تاني طاح مشاء غاب متلاش عقل متلاش عقل عيطه على الواكيل قالوا لي هادك السيد را تطاح لنا قال لي مش كون معاه قال لي معاهم مو قال لي قولا تديه تل صبح وتجيبه جبتم تل هنا للدار بتنا صبحنا تديته دخل القيناهية بدات هي تكدب عليه قدام الواكيل بده هو نسكينتي يغوت تعصب تاني تعصب تاني طاح را راح شافها مرة واحدة ولكن هي وقت لي ترهد شي شافها مرة واحدة اما من بعد را هي كتضورها في هذا الشارع كنت امشي فيه وكتشي فيه را ما كتخطاش را جات عاد واحد سيدة غا هنا في الشارع قالتها لي أنا هذا اليوم قالت لي يا راه جات عندي ودير الجلابة والزيف ديرهم فصاك جلبي والزيف فصاك وقالت يا انا كنقلب علي الكرا قلت ل يا بنيتي علىنتي اللي شافك بهذا السروال وكرشك عريانة غايكروا ليك قالت لي فهي تحلصك وبدأت جلابها لبستها ودار تزيف وتم تغادي هذا شيء اللي دي نقول لك الحقيقة ونقول لك الواقع اللي طاري وكانت تخدامها في قهوة تغسل فالما عنها في هذا الشارع وهي الجابهة من الوالدية بعدها اللي جابهة من الوالدية كاللي ما تشد شو كاللي تحكم بيعان والدي لي ما ديرش تحكم عشر سنين وعشرين مليون وهو مريض وكانت تخلص عليك تخلصني الدولة ويش هدو 36 عان والشواهد يولو متعطيها روش هم شواهد يلطبة كبار ههة شههاد دائماerecht childishين هوا الشواهد يولو كل بشي هم تhigh وأنا كنت طلب دون الصراح كنطلب صراح بش يخرج يعاود نصاب الشهادة اللي كندفع دائما بش نتخلص عليه حيط من العام العام كا يطلبواها ليه كان قول بش أعنايا كان طلب للصراح بش يجيب بش يعطووني ولدي للصراح ندير ليRY غي الشهادة ولا بغيروا رجعوا وعادلها هديك وحالته يطيح في المحكامة ويطيح فيها وقت اللي يجي المسلسة يطيح راشحان من زيارة ما كانت تخرج ليها ويصبروني ما كانت تخرج ليها يقول لي راه في المصحرة ما يمكن لي خرج عندك وعاو ثاني في هذه الخطرة التي يخرج عندي ويطيح يقعد معايا ويطيح كيهزوه هي استغلات هذه الضرف ديالها تدري بعدها هي استغلاته وقد بتعليه وقاتت لي يعطيني جوج المليون وقاتت لي يا سيري أنا اليوم اثنين مهار الاربعة غدي نجي عندك وتسنية الاربعة ما جاتش الخميس ما جاتش عايطة عليها قاتت لي أنا راني في اليوسفية في دارنا كياني اخوتي جي نشوفهم قت لي شوف يا ابنتي أنا غدي نجي عندك ونجيب دك شي لك الطبلة اللي دايرة معاك غنجيبه وديري عدي معي الواجيب قاتت لي مجيش عدي اليوسفية مجيش اليوسفية أنا اخوتي نقر عليهم ووالدي ينقر عليهم نصبت عليها نصبت على ولدي وزيدته دارت في هاد الشي اللي مقاتش يديرو دارت لولدي هاد الشي حرام عليها من جهة الله وقات لي أنا غดين برية في المحكاية وفعلا برية في المحكاية ما قال لي وش دير معك كريم شي حاجة قالت لي هم لا ما ديرش معايا ما دير معايا تشي حاجة أداني يعد صاحبه وهدك صاحبه قال لي ما أنا ما كان عرفش هاد كريم وفعلا ما كيعارفوش دا باه هو واقف بالدوا وقف بالدواء لكون يحيد الدواء يموت عرفتين قداش ولا راه ورامره ولا قدهك راه ورامره ولا يدخلش معاه هاد السيدة دارتنا تكرفست علينا الله يخط في الحق حسب الله ونعمل وكيل فيها وما قصيراش كبيرة أوطان طلب أنا ولدي سيف الطهلية طلبت لي الخيبرة الولدي طلبت الخيبرة مش عند الطبيب عطاه استرع عطاه استرع عطاه استرع ومعطاه استرع وشدوا استرع وخبرة ومرطانا مش حاجة مراهقة مراهقة هكذا مراهقة تجد الحقي فنظل بحق ولدي مريض عندي الشواهيد وعندي الأديلة وعندي كل شيء هي ما جيبت تداليل هي ما عندت تحجة قال لي قالت بفمها ولي كين مصابة مصابة حسب الله ونعم الوكيل فيها حسب الله ونعم الوكيل فيها إذا ربحت الدرب إذا ربحت حيئة ناس إذا كان شي حاجة إذا كان شي حاجة ما كينش من هذا الشيء أنا مزاي محافي أنا عطيه ليهم ما كان شادش النسبة أخوة الدري كاري موجودة كبير معانا في الدرب وكبير معانا من الصغر وكان عارفوه وكان مريض وكتجي واحد الحلق تكيطح بوحده لدرجة بعد خطرات تكيطح لوجهه وكيتدرب على راسه وكيتدرب على خطرات كنهزوه وكيتدخوه وكيتدخوه للدار هذا الشيء اللي سمعنا عليه مؤخرا في حقيقة ضرنا بزياد لأنه بقع فينا الصراح لأن الدر مريض ومشي ديالات الشيادة